اشتركوا في القناة واليوم برضو في عنا حدث اللي هو انتقال الشمس اللي رح تنتقل من برج الاسد لبرج العذراء عشان هيك منقول لحبيبنا برج العذراء كل عام وانتم بألف خير طبعا رح يكون في كثير من التفاصيل واللي بيركز على تحركات الشمس عادة بيعرف لمدة 30 يوم ايش اهم الاشياء اللي ممكن تصير معا والاشياء اللي يركز عليها والاشياء اللي ينتبه منها عشان هيك بدكوا تركزوا معي خلال فترة الشرح هاي عشان تستفيدوا منها للفترة القادمة طبعا بالنسبة اول اشي خلينا نبدأ بتوقعاتنا القمر الان موجود في منزلة الاخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 9.41 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت لا ينتقل بعديها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر بما انه موجود في برج الدلو رح يمكث فيه لغاية ساعات الظهر معناته منشعر انه بالفترة هاي احنا بحاجة ماسة للتغيير لانه تأثيره رح يكون على جميع الابراج بهاي الصفات الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون مدودين اكثر ومننشط اجتماعيا منرغب بالانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا يبي يتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز تجربة طعام جديد برضو بيكون بخلال الفترة هاي يعني ممكن شويهك شهيدك تكون مفتوحة للطعام بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية رح تكون هي زاوية تثليث ايجابي رح تكون بين المريخ وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتكسبنا او بتكسب الجميع بالفترة هاي نوع من انواع الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا ولكن بسبب تراجع اورانوس بيخلينا متسرعين شوي فعشان هيك لا تعتمدوا على الحظ وفي نفس اللحظة حاولوا انكوا تدرسوا البيانات بشكل جيد لأي شيء قبل ما توقعوا عليه بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وثمنتعشر دقيقة صباحا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة قبل خلوة المسار هي زاوية اقتمال القمر وهي زاوية التقابل وهي الزاوية عادة لما بصير التقابل بكون سلبي فعشان هيك القمر والشمس في حال البدر شوي بتكون عصابيتنا موجودة وردات فعلنا بتكون شوي هيك مضطربة وهذا الاكتمال رح يكون الساعة 12 ودقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر وبين الافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوة المسار يعني الساعة 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن الساعة 3 قبل العصر بيبدأ خلوة المسار وبيستمر لغاية الساعة 12 و42 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يعني مدة 42 دقيقة وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدأ باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بالاكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار وهذا طبعا بنطبق على جميع الابراج الساعة 12 و42 دقيقة ظهرا القمر بصير استقر وبلش يشكل اول زوايا في برج الحوت عشان هيك من هاي اللحظات او من قبلها بساعة ساعة ونص تقريبا بتبلش هيك تتغير نفسيتنا والطاقة اللي حوالينا بتتغير فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ممكن نشعر ببعض الضياع ما وما ننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى او شراء زهور او اقتناء ال التصوير طبعا بما انه الزوايا رح تصير بعد منتصف الليل الحدث الوحيد اللي رح يكون هو انتقال الشمس من برج الاسد لبرج العذراء فعشان هيك الانتقال هذا رح يكون في ساعات المساء يعني الساعة تسعة واربعة وثلاثين دقيقة مساء يعني بتم الانتقال وخلص باستقر الشمس بتصير موجودة في برج العذراء وبظل مستمر الشمس موجودة في العذراء حتى مساء يوم اثنين وعشرين تسعة طبعا رح يشعروا موليد برج العذراء بنشاط اكثر من قبل اكثر من الفترة الماضية ولكن هذا النشاط رح يكون بشكل متصاعد يعني ما رح يصير فجأة كل موليد برج العذراء تصير الطاقة عندهم عالية وتتحسن المزاج عندهم وهاي الامور يعني اللي بيحكي هذا الكلام بيكون واحد يعني ما بفهم كثير في علم الفلك دائما الشمس لما بتدخل برج كل يوم ببدأ صاحب يعني من يوم عيد ميلادك بتبدأ الفترة الايجابية للك ولكن انه اقل ضغط من الفترة الماضية صحيح انه الزهرة شوي خفف الضغط وطارد خفف شوي الضغط ولكن انه الان اللي هي الفترة اللي هي بنقدر نحكي بداية السنة للكم او بداية الفترة الايجابية للكم ولكن بتبدأ زي ما حكينا بشكل متصاعد لغاية ما يوصل عيد ميلادك يعني اول ناس رح يشعروا مثلا موليد 23 رح يشعروا اول ناس بانهم تحسنوا وخصوصا لما القمر يكون موجود في برج حليف لإلهم يعني زي لما يوصل للثور فمنلاقي انه عند وصوله لبرج الثور بلشوا يشعروا بانهم تحسنوا بلشت طاقتهم تتحسن بشكل اكبر يعني ممكن يجي يوم 23 24 25 يحسوا انه لا الامور مش ماشي معهم بالشكل المزبوط لانه القمر في مكان مش مناسب ولكن الشمس صحيح اعطتها الطاقة الكبيرة ولكن ما بصير التحسن الا لما النيرين اللي هو الشمس والقمر يوصلوا لمرحلة انهم يكونوا في برجين سعيدات فعشان هيك في العذراء على درجتك او عيد ميلادك ممكن بعد عيد ميلادك بيوم يومين ثلاثة ولكن مجرد ما وصل القمر لبرج حليف لايلك كأنه بدأت السنة من اول وجديد بشكل جيد طبعا اللي بيستفيد مع موليد برج العذراء هم موليد الابراج الترابية وموليد الابراج المائية ولكن اضعف الابراج المائية هو برج الحوت ليش؟ لانه بتكون الشمس موجودة مقابلهم تماما رغم انها رح تعطيهم ايجابيات الا انها رح تسحب من طاقتهم شوي فعشان هيك منلاقي انه الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي هم اكثر المستفيدين بعدين بتيجي الابراج المائية اللي هي السرطان بعدين العقرب بعدين الحوت وهو اقلهم زي ما حكينا لانه مقابلهم تماما من الابراج الاخرى اللي بدها تنتبه على حالها بشكل كبير هم برجين برج الميزان لانه اول اشي الان بما انه دخلة الشمس على برج العذراء يعني بيت متاعبهم فبدهم يكونوا حذرين الفترة هاي لانه هي بلشت مرحلة الضغط او منسميها احنا مرحلة الغربال او تصفية العام تطلع من كل سلبيات او كل الاشياء اللي كانت ضاغطة عليك كل الامور والملفات والاشخاص اللي بدك تمسحهم من حياتك وتبدأ مرحلة جديدة الشهر هاد رح يكون هو بمثابة بمثابة مصفات هذا العام كامل او مصفات الفترة الماضي كاملة الان بالنسبة لموليد برج الحمل برضو بدهم يكونوا بدهم يديروا بالهم بدهم ينتبهوا لغذاءهم راحتهم صحتهم لانه الاولى عملهم لانه القمر الشمس الان دخلت على بيت الصحة لالهم وهذا شوي بيأثر عليهم شوي صحيا ونفسيا وعلى مستوى العمل كما انه بالنسبة لموليد برج الحود زي ما ذكرنا يعني بدهم ينتبهوا لهاي الامور اما بالنسبة لباقي الابراج فخلينا نحكي بالترتيب يعني من البداية للنهاية ونركز على كل برج ايش اللي رح يستفيد منه بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بدهم ينتبهوا لانه رح يتراكم العمل عندهم اكثر من المعتاد وفي نفس اللحظة ممكن يجدوا صعوبة في انجاز بعض اعمالهم بدهم ينتبهوا لصحتهم اكثر بلاقوا انه عندهم قابلية للتعب الصحي اللي عندهم امراض مزمنة هم من اكثر الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا في اشخاص من موليد برج الحمل ممكن يخضع لعلاج او لعملية جراحية او لمراجع الطبيب او متوععكات صحية عابرة طبعا كل هذا ما منقدر احنا نحدد بالضبط او نكبر الامور او نزغر الامور لانه كل انسان في كواكب كانت في خارطة ميلاده اذا كان اتصالها جيد مع الشمس رح تكون ايجابية ممكن يتعالجوا من بعض الامراض وتكون فترة ايجابية لهم يعني مش شرط اللي انا بحكيه ولكن هي التركيز انه بيركز على العمل وبركز على الصحة ايجابيا وسلبيا اما بالنسبة لموليد برج الثور بيجتازوا موليد برج الثور فترة ايجابية جدا لانه هاي تعتبر من اقوى الفترات لهم وخصوصا انه لما بكون الشمس دخلت على العذراء يعني بيتهم الخامس فهاي الفترة تعتبر فترة مميزة عاطفيا وماليا في بعض النساء اللي بيعانوا من او لهم رغبة بالحمل بالفترة هاي ممتازة لعمل حق مثلا اذا كان عندهم مشاكل او انهم يباشروا بالامر وفي منهم رح يصير عندهم الحمل بشكل مفاجئ فاللي بدهم ينتبهوا مثلا ما بدهم الحمل بدهم يتواقوا بشكل اكثر خلال هذا الشهر طبعا وفي من موليد برج الثور ممكن يوقعوا بعلاقة عاطفية بالفترة هاي او يعززوا علاقة عاطفية او يتم عندهم الخطبة او الزواج بخلال هاي الفترة او يرزقوا بفرحة او طفل او يكون عندهم مناسبة سعيدة بالنسبة لموليد برج الجوزاء بينصب اهتمامهم حول الشؤون البيتية والعقارية والعائلية فمن موليد برج الجوزاء ممكن يشتري بيت او ينقل من بيت لبيت او يتاجر بالعقارات او يسترد عقار لالو او حتى ممكن يصير مناسبات عائلية في منكو مثلا مسافر يرجع لأرض الوطن او يرجع لمكان اقامته اه اللي بيشتغلوا او حابين يستثمروا في الامور العقارية الفترة هاي ممتازة لموليد برج الجوزاء او لانه في منهم كثير رح يفكر في هذا الشيء بالنسبة لموليد برج السرطان بينشطوا في امور لها علاقة بالسفر والاتصالات الدراسة اه وخصوصا اللي عندهم دراسة ابتدائي وثنوي الفترة هاي رح تكون مميزة جدا بالنسبة لالهم اللي بيشتغلوا على مستوى التجارة المحلية اللي لهم بقالة او بوتيك او محل تجاري مثلا الفترة هاي رح يلاحظوا انه فيه مكاسب لالهم بشكل استثنائي اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو عندهم قدرة على الاقناع عالي جدا فيه اشخاص من موليد برج السرطان رح ياخدوا دورات او يدخلوا على مراكز تعليمية فالفترة ممتازة والاهم من هذا كله انه قسم كبير من موليد برج السرطان ممكن يشتروا سيارة او يستبدلوا سيارتهم او يعني ايشي الو علاقة بالسيارات والاجهزة الالكترونية بالنسبة لبرج الاسد طبعا تتاح الفرصة لمكاسب مالية بتيجي على الاغلب هي من عمل اضافي في منهم ممكن يسترد مال بيعود له ممكن يحصل على هدية او دعم معين ممكن يحل مسألة مالية كانت معقدة بالفترة الماضية يجد حلول لالها فتكون مناسبة اليك بالفترة هاي انك انت تنطلق في هذا المجال ولكن حاول انك اقل ما فيها انك تنتبه للمال لانه المريخ زي ما حكينا هو في المنازل المتقدم اليك يخليك متسرع شوي بصرف الاموال او بجيب لك مصاريف زيادة بالفترة هاي فبدك تنتبه ولكن انه استغلها من ناحية المكاسب اما بالنسبة لموليد برج العذراء هم اكثر المستفيدين لانه رح يستفيدوا في هاي الفترة صحيا شعبيتهم بتاخد دفعة للامام اكثر بشعروا بنوع من انواع الطاقة المميزة كأنه يعني كأنه طاقتك بتحتفل بعام جديد انت بلشت فيه فبتمنى لكم عام سعيد ومليء بالفرح والراحة والسلامة من كل شر يا رب بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الله يكون لهم معين لانه كلنا مرنا في التجربة هاي بنعرف شو يعني يعني كل الابراج معروفة انه الشهر اللي بيسبق عيد ميلادهم دائما بيكون فيه اكبر كمية ضغط فبالنسبة للميزان الان اجد وركم فبتكون تتحملوا ديروا بالكم انه الاكتئاب يسيطر عليكم ديروا بالكم من اتخاذ قرارات حاسمة بالفترة هاي اهم النقاط هي انه انتو تنتبهوا لصحتكم تنتبهوا لنفسيتكم بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بشكل كبير اهم نقطة حاب احذركم منها ما تأخذوا بكل وعد بينقطع لالكم بالفترة هاي يعني مش اي شخص بوعدك بشيء يتعلق مالك عليه لانه اللي بوعدك بشيء ممكن يخلف فيه عادي جدا هاد متوقع كثير من الاشياء اللي ممكن انت تكون عازم امرك عليها يصير فيها اعطال او تلتغى في فترة انت بتكون بحاجتها فانا حاب مش اني احبطك انا حاب انبهك لانه لما الانسان بيكون عارف ايش اللي بدي يصير معاه بيستقبل وبصدر رحب مش يعني بدي اضحك عليك وجاملك واقول لك والله رح تكون من الاشهر السعيدة لانه الزهرة عندك الزهرة هي رح تخفف عليك يعني هي رح تعطيك طاقة ماشية ورح تعطيك ايجابيات ولكن احذر من الشمس اللي في لحظات معينة ظهورها يعني رح يكون له علامات فارقة بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الفترة هاي تتركز عن نشاط الاجتماعي على المناسبات على اللقاءات على الدعوات ايه اصدقاء جدد ممكن يدخلوا حياتك تتعرف على ناس ممكن تلغي علاقات صداقة كانت قديمة تحاول انك انت تنهيها اه يعني ممكن تصير مصالحة بينك وبين صديق قديم اه ممكن تكثر بالوسط الاجتماعي او صير لك شهرة معينة فحاول تستغل علاقاتك وما عارفك ان كان بدك شيء في الفترة القادمة لانه بدك تستغل هذا اخر يعني اخر شهر اه بعدين القمر للشمس لما توصل للميزان راح توصل لبيت متاعبك فاااا ما بدك انت تكون مراكم اشياء عليك ومعدين تلاقي انك انت انحشرت بالوقت ومعدين دخلت فترة بيت المتاعب وتكون صعب عليك فعشان هيك استغل الفترة هاي بالنسبة 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 لموليد برج القوس بيد تندفعوا بالفترة هاي بشيء العلاقة بمصالحكم في مجال العمل علاقاتكم مع رؤسائكم بالعمل تدعيم مركزكم الاجتماعي عمل جديد تتعرف على اشخاص من مستوى معين وطبعا هذا البيت لانه يعتبر بيت السمعة فهو سلاح ذو حدين يا اما بيعطيك شهرة وبيعطيك منصب وبيعطيك مكاني وبيعطيك مديح وبرفع سمعتك او بعطيك العكس فانت بدك تكون حذر لا تعمل بهذا الشهر اي شيء يشوه سمعتك مهما كانت المغريات حاول انك ما تندفع وما تتهور بالنسبة لموليد برج الجدي بينشطوا في امور السفر البعيد امور الها علاقة بالهجرة تغيير مكان الاقامة عوراق قانونية معاملات اللي عندهم قضايا قضائية برضو بتكون لصالحهم الدراسة الجامعية وتخصصاتها ممكن تغير تخصصك الدراسي او حتى انه تناقش رسالة معينة او تبدأ بدراسة اكاديمية اللي هي جامعية بتخصص جديد الفترة هاي ممتازة جدا على كل المستويات يعني السفر والاتصالات والدراسة والقضايا بكل الامور هاي ممتازة اما بالنسبة للموليد برج الدلو طبعا تتاح الفرصة لهم لمكسب مالي بيجي عادة من تركة او شراكة او تعويض في منكو رح يسترد اموال لا هذا بتبدأ حلولها طبعا موجود الشمس الان في العذراء هي اخف ضغط عليك من موجودها بالاسد لانه كان الطاقتك ضعيف في الشهر الماضي الشهر هذا بتشعر انه في حركة اكثر وفي استفادة اكثر كمان بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا حكينا انه بما انه مقابلكم معناته في ضغط على الطاقة فبتكن تنتبهوا لطاقتكم لصحتكم لغذاءكم بالفترة هاي هذي اهم النقاط انتبهوا من العصبية وردات الفعل انتبهوا ما تدخلوا باي عداء مع اي حد لانه انتو طاقتكم ضعيفة بالفترة هاي ولكن الممتاز بالفترة هاي اللي هي الايجابية انه كثير من موليد برج الحوت العزاب تحديدا بدناش نحكي المتجوزين عشان ما يفتحوا هيك بطنهم وصروا بدهم يتجوزوا هاي فترة ممتازة للشراكة للزواج للارتباط بشكل استثنائي لكم وهي برضو جيدة للعقود في منكم كثير ممكن يفتح شركة او يتشارك مع اشخاص بعمل معين ولكن بما انه ارانوس بتراجع حاول انك ما تتسرع بقراراتك يعني بدك تدرس العقود هاي بشكل جيد تحاول انك تستشير اهل الاختصاص الفترة هاي ممتازة على المستوى الشراكة والزواج وتطوير علاقة معينة من مرحلة السكون احنا منسميها لمرحلة الارتباط برضو استغلوها بشكل جيد ممتازة برضو للي بكون في خلاف بين الازواج ومأحدهم من برج الحوت فهاي الفترة جيدة للمصالحة وتعزيز العلاقة ما بين الازواج طبعا بما انه القمر موجود في برج الحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 24 8 يبدأ في تمام الساعة 9 و 12 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 56 دقيقة مساء لينتقل برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 34 دقيقة عصرا بيصبح 15 يوم نسبة الإضاءة 100% يعني كما القمر بدر كامل بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد وبدأ تنتقل للعذراء في ساعة المساء ورح تمكث في العذراء لغاية 22 9 هي منتحسة بنسبة 40% القمر في الدلو بدو ينتقل للحوت في ساعات الظهر ورح يمكث فيه لغاية 24 8 هو سعيد بنسبة 60% عطارد في العذراء حتى يوم 30 8 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الميزان حتى يوم 10 9 سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15 9 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة يتراجع حتى يوم 18 1 2022 منتحس بنسبة 10% ونبت في الحوت يتراجع لغاية 1 12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بتنشطو في ساعات ما قبل الظهر يعني من الآن لغاية ساعات الظهر ما بين الأصدقاء بين المعارف جمعات لقاءات دعوات مناسبات باتصالات الأجواء بتظلها على المستوى الاجتماعي ولكن أنا زي ما حكيت لكم في الأيام الماضية حاولوا أنك تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما يبدأ خلو المسار وانتقال القمر لبرج الحوت طبعا مع ساعات الظهر رح يكون انتقل تماما فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكون حاضروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير يعني فترة زي ما حكينا مش طويلة هي يومين وربع وبعدين القمر بوصل لعندكم بتعوضوا كل الأشياء اللي بتتأخر عليكم فحاولوا يعني شوية تكونوا روتينيين بالفترة هاي وتضبطوا أعصابكم ما تخلوا الوسواس يسيطر عليكم لأنه هو أكثر شيء رح يكون فعال بالفترة هاي برج الثور طبعا القمر رح ينتقل من بيت السمعة رح ينتقل لبيت الأصدقاء يعني من الآن لغاية ساعات الظهر بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتم فيها من قبل وتعززوا علاقاتكم مع رؤساءكم أو زملاءكم في العمل ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تبدأ تجهيز لمناسبة معينة في ساعات الظهر بتبلش الأجواء تتحسن بشكل أفضل بتلتقوا الأصدقاء ولكن بتكون تحاضروا من الدخول في مناقشات لأنه ممكن تتطور للأسواء رغم أني أنا مشايف كثير فيه من المشاكل ولكن شايف أنه ممكن تأخذ على بالك أو يعني تستاء من تصرف أحد الأصدقاء جراء كلام أو تصرف معين فعشان هيك إذا كتحاول أنك تكبر صدرك توسع صدرك بمعنى آخر وتحاول أنك تنهي هاي المشاكل ما تخليها تتفاقم وتكبر برج الجوزة اللي بيتقدم لامتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد طبعا ليش لأنه أول إشي فيه خلوم مسار ومن الآن لغاية ساعة الظهر بتركز كلها على النقاشات والحوارات والتحركات والاتصالات فعشان هيك أثناء حركاتك بدك تكون حذر تنتبه ما في داعي للتسرع ولا للمغامرة اليوم ولا للإنفعال لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر طبعا بتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل لأنه القمر رح يكون انتقل لبيت السمعة فعشان هيك بتركزوا على العمل علاقة مع مسؤولين ممكن تبحث عن واسطة معينة أو عن شخصية مهمة في الفترة هاي ممكن تنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بدك تحاذر من الاندفاع أو التهور بالفترة هاي حاول إنك ما تخالف القوانين وتضبط عصاب قدر الإمكان برج السرطان طبعا اليوم مثل الأيام الماضية القمر ما زال موجود في البيت الثامن فبدك تحاول تمشي الأمور بكل ليون هيك وتتفحص حسابك المشترك أو حساباتك المشتركة أو الأموال المشتركة ما بينك وبين أطراف ثانية بدك تركز عليها تدقق فيها حاول أنك تقلل من مصاريفك امتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة وخصوصا فترة خلوة المسار يعني الأجواء رح تتحسن بشكل جيد أو ممتاز بمعنى آخر مع ساعات شكل يعني مهول اليوم رح يذب عندكم الحماسة والنشاط من ساعات الظهر في مجال الدراسة والسفر والاتصالات الحوارات النقاشات ولكن يعني ممكن تتفقد أوراق أو تفقد بعض الأوراق لا إلك اليوم أو تحاول أنك تتذكر أشياء معينة تجد أنه أنت مش عارف وين حطيتها فبدك تكون حذر من هاي النقطة ما فيه منكم اليوم رح يجي خبر من بعيد بينتظره أو يفرح يسعد لخبر العلاقة بسفر أو أشخاص خارج البلاد برج الأسد طبعا بظل اهتمامكم حول تعزيز الشراكة الأجواء زي ما حكينا القمر مقابلك تماما بيعزز علاقتك أنت والشريك بيخلي العلاقة جيدة بيوطد العلاقة ما بين الشركاء ما بين الأزواج بالفترة هاي ولكن المشكلة بالطاقة إنها ضعيفة فعشان هيك بتكون تنتبهوا لغذائكم لصحتكم من بعض التواعكات أو الاضطرابات الصحية طبعا مع ساعات الظهر بيظل الأمر له علاقة أنك أنت ما تهمل صحتك بشكل واضح وبرضو في نفس اللحظة عصبيتك من ساعات الظهر بتنهمك في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شي أنه اليوم ما في داعي للمجازفات أو لا إهمال في مكان عملك أو في عملك لأنه ممكن تتعرض لمشاكل في العمل خلال هذا اليوم فبدك تكون حذر من هاي النقطة بشكل كبير برج العذرة طبعا بتكون واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاول تنجز كل أعمالك ما تبادروا العمل الجديد بالفترة هاي حاول أنك بس الأشياء اللي بين إيديك أنك تتممها وتنهيها ممكن اليوم أحد الزملاء أو الأصدقاء يساعدك في إتمام بعض الأعمال أو يظهر شخص هيك زي طوق نجا بالنسبة لإلك في لحظات الضغطة مع ساعات الظهر طبعا القمر رح يتحرك ويصير مقابلك تماما فيصير في رغبة من تعزيز شركاتكم وعلاقاتكم ما بينكم وبين الأزواج ولكن بدك تحذر من بعض النزاعات أو الخلافات أو سوء التفاهم ممكن يكون ما بينك وبين الشريك فبدك تضبط أعصابك ممكن الشغلة تكون لها علاقة بالمنزل أو بالعائلة فحاول أنك يعني حتى بمكان عملك حاول ما تكبر الأمور عشان ما تكبر المشكلة برج الميزان بتظل العاطفة عندكم قوية وبظل الحظ بيدعمكم ولكن مع انتقال الشمس في ساعات المساء وبرضو في نفس اللحظة القمر الآن دخل على البيت السادس فبتك تستغلوا الأمور العاطفية والحظوظ هاي كأنك بتودعوا الفترة هاي من الإيجابية لا حين ما يستقر القمر في مكان مناسب فحاولوا تستغلوها عاطفيا وبنسبة الحظوظ الموجودة ولكن طبعا من ساعات الظهر بتكو تبدأ وتنتبهوا لصحتكم أكثر انتبهوا من الجروح انتبهوا من الالتهابات انتبهوا من التسرع وبرضو من الوسواس لأنه الفترة هاي رح شوي تنضغطوا فيها ولكن اجمالا الأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي انه ما فيها الاشي الخطر ولكن برضو بالمقابل بدك تنتبه لعملك ولا صحتك برج العقرب بدكو تتجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مسكنكم ممكن شوي يكون في بعض الاهتمامات العائلية او مسائل عائلية او مسائل الها علاقة بمناسبة معينة او حدث عائلي معين رح تهتم فيها بشكل مباشر يعني الى علاقة فيها لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم ولكن شوي بيكون عندكو هيك الطابع من العنف والعصبية خاصة مع الحبيب او الاولاد بتكون تديروا بالكو بتكون تحذروا من هاي النقاط ما تخلوها تتفاقم ما تخلو مشاكلكم تكبر سهل جدا انه اليوم انت تتجاوز كثير من الامور وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر يعني بس انت انت تنتهي خلو المسار رح تجد ان الحظوظ حليف لإلك في كثير من الاشياء وفي نفس اللحظة عندك رغبة جياشي لتقرب من الحبيب والمصالحة وتراجع عن قرارات سابقة برج القوس اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد يعني ما تعتمد كثير على الحظ اثناء تنقلاتك اثناء حواراتك ونقاشاتك لانه القمر زي ما حكينا في مرحلة انتقال من برج حليف لبرج بده يصير زاوية تربيع معاك فرح يكون ضاغط عليك الجو جيد لكثير من الامور حتى على مستوى الامتحانات والتنقلات ولكن بدك تحذر الفترة السلبية اللي هي فترة خلو المسار تيجي في فترة الظاهرة لا تعتمد على الحظ نهائيا بدك تعتمد على جهودك وكمان اليوم اثناء قيادتك للسيارة حاول انك ما ما تندفع يعني بدك تركز من ساعات ما بعد الظهر الاجواء بتصير وتتركز على الامور البيتية والعائلية فعشان هيك الاجواء رح تركز على حدث معين الوعلاثة بالبيت ممكن تصليحات ترميمات اجتماع عائلي مسألة عائلية معينة فعشان هيك الاجواء بتكون بقريبا كلها بتنصب على البيت والعائلة برج الجدي بتكون تجنب شراء اي حاجية ثمينة وان تخفف من نفقاتكم قدر الامكان الاجواء بتركز على الامور المالية ممكن تحصل على مكاسب او تحل بعض المسائل المالية بطريقة ذكية خلال الفترة هاي ولكن مع ساعات الظهر بصير في عندك رغبة للإصراف ففي هاي اللحظة بدك تنتبه من ساعات ما بعد الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الاجواء جيدة جدا عندكم قدرة على الإقناع صحيح انه مزاجكم شوي متقلب ولكن اجمالا الفترة ايجابية صحيح انه في عندك يعني سريع جدا انك يصير في عندك سوء تفاهم ولكن رح تدخل على فترة ايجابية حاول انك تستغلها بشكل جيد اهم اشي انك تنتبه اثناء قيادك للسيارة وفي نفس اللحظة ما ما تكون مبهم الكلام يعني تكون واضح وصريح بكلامك عشان ما تسبب احراجات او خلافات ما بينك وبين الاشخاص اللي انت تتفاهم معهم بر جدا له طبعا انتو اكثر نشاط الفترة هاي تقريبا انتو انهتوها بفترة ايجابية افضل من الفترات الماضية وخصوصا انتقال الشمس الان اللي رح تتحرك من مقابلكم رح تضطيكو شوي الطاقة افضل من الشهر الماضي في نوع من انواع الحضوض رح تجيكم فعشان هيك الان مع حركة القمر ووجوده في البيت الثاني لالكم او رح ينتقل للبيت الثاني لالكم فرح يكون الفترة هاي فيها كثير من الامور الايجابي اهم شي انه اليوم من الان لغاية ساعات الظهر ما تبادروا لعمل جديد بل وصلوا لأعمال اللي انتوا بدأتوا فيها من قبل في ساعات الظهر بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم من المحتمل انه يعاني البعض منكم لبعض النزاعات مع رفيقه او رئيسه في العمل ولكن اجمالا في فترة جيدة العلاقة بالمكاسب او حل مسألة بتتعلق بالامور المالية ممكن تحصل على مكسب معين او تجيك هدية مثلا او تبدأ في ترتيب لمشروع جديد برج الحوت طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر تقريبا تشعروا بانه الطاقة ما زالت ضعيفة صح تكون بحاجة للمراقبة بتحس انه شوي الامور مش ماشي معك لسه مثل ما بدك ولكن من ساعات الفجر بتبدأ الاجواء تتغير مع ساعات الظهر بتبدأ فترة افضل لانه خلص القمر بيكون وصل لعندكم بتبدأ فترة افضل بتعدلكم شوي بتقديروا بالك لانه مزاجكم شوي ضاغط مع تحرك الشمس مقابلكم بتشعر انه الطاقة لسه ما استقرت بشكل جيد خلال هذا اليوم ولكن اجمالا هي افضل من الايام الماضية بتكون في حيوية في طاقة قدرة على الحوار والنقاش ملفت للنظر يعني بتستعيد رونقك بطاقة عالية جدا فعشان هيك يعني الفترة ايجابية للك حاول انك انت تستغلها وخصوصا من ساعات العصر خلينا نعطيها شوية مجال هيك عشان تعوض الفترة الماضية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء